المتابعين الكرام في المملكة العربية السعودية أسعد الله ووقاتكم بكل الخير إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية هنا في المملكة والتي سنبدأها بآخر صور وتوقعات الهطورات المطرية في المملكة حيث يتوقع أن تتأثر مملكة بحالة مطرية بمشيئة الله تعالى سريعة الطابع محدودة النطاق لكن يتوقع أن تبدأ يوم الخميس هذه الحالة تبدأ اعتبارا من ساعات ما بعد ظهر يوم الخميس على شكل الزخات من الأمطار في أجزاء من المدينة المنورة كما نراحظ وبعض المرتفعات الجبلية الغربية من المملكة بعض الزخات المحلية من الأمطار المحدودة في هذا الشريط الشمالي من المملكة تحدد المناطق التي ما بين القسيم وحائل بالإضافة إلى بعض المناطق الحدود الشمالية من المملكة تشتد هذه الأمطار أحيانا خاصة في السواحل الجنوبية لينبع مساء يوم الخميس بمشيئة الله تعالى ويتوقع أن تكون هناك بعض التخاريج البحرية إلى الجنوب من ينبع ربما تصار الأرابق وأحيانا مدينة جدة في ساعات ليلة الخميس على الجمعة أما نهار يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى يتوقع أن يكون هناك زخات من الأمطار خلال ساعات النهار بين الحين والآخر وذلك على المناطق الغربية تشمل بذلك أجزاء من مدينة جدة ومرتفعات مكة المكرمة وتنتقل هذه الأمطار أيضا إلى المناطق الجنوبية والسواحل الجنوبية سواحل الليث ربما حتى سواحل القنفذة بالإضافة إلى بعض الأجزاء المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة بعض الزخات المحلية من أمطار تكون واردة في ساعات ليلة الجمعة فوق المناطق الوسطة تحديدا فوق منطقة القسيم وإلى بعض الزخات المطالية في أقصى المناطق الشمالية الغربية أجزاء قريبة من القريات وأيضا منطقة طريف بمشيئة الله تعالى توقعات درجات الحرارة القريبة من سطح الأرض تشير إلى مع تقدم هذا المنخفض الجوي إلى منطقة بلاد الشام يوم الخميس والذي يكون مسؤول بمشيئة الله عن هطول بعض الزخات كما ذكرنا من الأمطار على الواجهة الغربية للمملكة تضطق طيارات هوائية ساخنة ودافئة إلى المناطق الوسطى من المملكة عواجي التحديد وبعض الأجزاء الشمالية الشرقية كما نراح هذا اللون الأحمر ينوم على ارتفاع متوقع في درجات الحرارة في تلك المناطق حتى أن يوم الجمعة يتحرك هذا الهواء الساخن يصل إلى مناطق الشرقية من المملكة ولكن في المقابل يتقدم هواء بارد تدريجيا نحو المنطقة الجنوبية أو جنوبا نحو المنطقة الوسطى وفي مقدمة هذا الهواء قد يكون هناك بعض الأتربة والرمال اعتبارا من ساعات مساء يوم الجمعة بالعودة إلى توقعات الأحوال الجوية في هذه الليلة في العاصمة الرياض في درجة الحرارة مثلا 14 درجة تنموية مع أجواء غالبا صافية والأجواء معتدلة بوجه عام توقعات الأحوال الجوية خلال ثلاثة أيام قادمة في العاصمة الرياض تكون على نحو الثالث 27 درجة تنموية في الرياض يوم الخميس الأجواء تميل الحرارة النهارة مع بعض الأتربة المثارة نتيجة الرياح الجنوبية الغربية ليلة 15 درجة مئوية تكون 29 درجة مئوية يوم الجمعة مع أسماء بعض الأتربة والرمال أحيانا والصغرى 17 وتصل إلى 23 درجة مئوية هناك انخفاض كبير جدا متوقع كما ذكرنا على درجات الحرارة وتكون 23 درجة مئوية في ساعات النهار يوم السبت والصغرى 11 درجة مئوية دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظم المتوقع يوم الخميس والصغرى ليلة الخميس على الجمعة والتي سنبدأها شمالا نبدأ هذه الجولة من تبوك هذه المرة 21 إلى 7 درجات مئوية في سكاكا 21 إلى 7 وفي عرار 21 إلى 7 درجات مئوية المناطق الغربية من مملكة مكة المكرمة 33 إلى 22 في جدة 31 إلى 23 في المدينة منورة 27 إلى 15 وفي الطائف من 24 إلى 15 درجة مئوية المناطق الجنوبية الغربية 25 إلى 11 في أبهة 20 إلى 15 في الباحة و28 إلى 23 في جازان في الاحساء شرقا تكون 27 إلى 14 الدمام 26 إلى 14 وفي حفر الباطن من 27 إلى 14 درجة مئوية ختام هذه أدول سيكون من المناطق الوسطى من المملكة في العاصمة الرياض تكون العظمة 27 إلى 15 كما تحدثنا في القصيم 27 إلى 15 أما في حائل من 23 درجة مئوية في ساعات النهار بينما تكون الصغرين حوالي 8 درجات مئوية إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق تقصي العرب أو زيارتنا عبر الموقع الإلكتروني أو حتى متابعتنا لوسائل التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد وإن شأن الأحوال الجوية في المملكة دمتم دائما بخير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر